السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عمرك سمعت عن الشدة المستنصرية? طب عمرك سمعت عن الفترة اللي المصريين فيها تحاولوا لأكل اللحوم بشر? طب عمرك سمعت عن الفترة اللي اللي اختفى فيها تدركت ان الخليفة بنفسه كان عايش على صدقة? سواء سمعت او ما سمعتش حضر سماع وكوباية الشاي بتاعتك وتعالى عشان نقول لك على القصة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرة تانية. في البداية عشان نتكلم عن الشدة المستنصرية لازم نعرف ظروف البلد في الوقت ده كانت عاملة ازاي? في الوقت ده كانت البلد تحت حكم الخليفة المستنصر بالله. وكان المستنصر بالله عنده تمن سنين لما حكم. لان والده الخليفة اتوفى. فتم تعيينه خليفة بشكل سوري. لكن الحكم الفعلي كان في ايد الوزراء. وده اللي خلى والدته السيدة رازد انها تتدخل في كل صغيرة وكبيرة عشان تحافظ للخليفة على عكمه وتحميه من الدسائس والمؤامرات اللي بتحصل في الاصل. وكانت بتستخدم صلاحيات الخليفة في انها تشيل وزراء وتعين وزراء. وكانت لفترة دي فترة خير ورخاء كبير جدا في البلد. لان الدولة الفاطمية كانت بتحكم من الشام وفلسطين والحجاز وحتى سكرلية بكل شمال افريقيا. فكانت الدولة في حالة غنى ورخاء كبيرة جدا لكن دوام الحال من المحال. وفضلت السيدة رازد تمارس هويتها في انها تشيل وتعين الوزراء على حسب هويتها وانها تشيل وزير ده وتعين ده لحد ما غلطت الغلطة كبيرة جدا واقلت الوزير القاسم علي بن احمد الجرجرائي. وده كان وزير كبير جدا وكان شغال وزير من ايام الحاكم والظاهر بامر له اجداد المستنصر. والرجل ده حسب اللي اتكتب عنه انه كان رجل عبكري بمعنى الكلمة. وكان رجل متمكن في الاقتصاد جدا. وكان مستفيد من ضم الولايات الفاطمية واغضوحهم لمصلحة مصر. وده اللي كان مسبب خير ونمأ كتير جدا. وبعد شوية غلطت السيدرس للغالف الاكبر واقالت الحسن ابو محمد البازوري. وده كان قائد الجيش. وده كان الوحيد اللي يقدر يسيطر على الجيش. لين طبيعة الجيش الفاطمي انه كان متكون من جنسيات كتيرة جدا. اطراق على برابرة على السودانيين. والحسن ابو محمد البازوري كان هو الوحيد اللي قادر يسيطر على الجيش ويمنع الخلاف. وبعد اقالة الحسن ابو محمد البازوري دب الخلاف بين افراد الجيش وكل فرقة شايف انها الاحق بالقيادة. وفي وسط الصراع ده كله والمعمع دي كلها اتولى الخليفة المستنصر الحكم بشكل فعلي. في الفترة دي كانت دولة ممثلة في الخليفة متعودة انها تشتري كل سنة بما يقارب مئة الف دينار مؤن وامح لحالات الطوارئ. عشان يعني لو حصل حرب لو حصل نقص في مياه النيل او حتى جشعو التجار. فالوزير ده اقتراع على الخليفة انهم بلاش يشتروا السنة دي اي امح او مؤن. وان البلد مش محتاج الكلام. انهم يوفروا الفلس دي عشان الصراع اللي بيحصل جوه الجيش. عشان يقدر يسيطروا على الجيش وينظموا امور. وللأسف الخليفة قليل الخبرة وافق على الاقتراح ده. وماشتراش اي مؤن او خزائن او امح للسنة دي. وفي اسناها بقى الصراع ده كله سواء صراع الجيش او تخبط الخليفة. لاحز الفلاحين حاجة خطيرة جدا. وهي انخفاض مياه النيل بشكل كبير جدا. وده اللي على الفلاحين. وبسرعة سمع التجار بالكلام ده. فبسرعة مسدقوا راحوا خزنوا كميات كبيرة جدا من الغلال والامح في المخازن بتاعتهم. ورفعوا اسعار المعروض كمان. ولما سمع الخليفة المستنصر بالله حاول بسرعة ان يتدرك الموقف ويلحق الدنيا. فنزلوا الجنود بتوعه وامرهم بمصادرة كل الغلال الموجودة مع التجار. وانهم يبيعوها للشعب بالسعر العادي. وانهم يدوروا كمان على كل مخازن الغلال والامح اللي التجار بخبيين الامح فيها. ونزل فعلا الجنود وقلبوا الدنيا. لكن ما قدروش يوصلوا لكل مخازن الغلال بتوع التجار. لانه التجار تحججوا وقالوا لهم انهم ما استلموش امح كفية من الفلاحين السنة اللي فاتت. وبسرعة كمان كلم الخليفة مالك روما على شحنة امح بقيمة اربعمائة الف دينار. لكن للاسف يموت مالك روما وما تتمش الصفقة. وبدأ الجوع يضرب البلد واحدة واحدة. وبدأت المخازن السلطانية اللي فيها مخازن الغلال والامح اللي مصادرينهم التجار تخلص. وبدأ سعر رغيف العيش انه يرتفع لدرجة انوصل لخمستاشر دينار. وبدأت المواشي انها تموت من كتر الجوع. وبعد ما المواشي ماتت اصبح لا في لا لحمة ولا امح ولا رغيف عيش. وفي الوقت ده ما بقاش للفلوس اي اي ما اطلاقا. لانك لما تكون جاعان اكيد يعني مش هتاكل فلوس. اما في ناحية الجيش فحزت ولا حرق. الجيش اصبح بيتقاتل مع بعض. وكل فرقة بتقاتل الفرقة التانية. لدرجة ان الاطراق تتحد مع البرابرة عشان يطرد السودانيين. فرد السودانيين بانهم ضربوا المواقع بتاع البرابرة والاطراق. واصبحت كل فرقة بتقاتل الفرقة التانية في الشوارع قدام العامة. واصبحت كل فرقة ممكن تاخد شارع او منطقة وتقفل عليه وتنهى بالسكان وتاخد الاكل والمهن اللي معاهم. وده الناس يلاحظوا ان مفيش اي حيوانت في الشارع لا اطط ولا كلاب. وكانت الناس مش عايزة تصدق ان الناس من كتر الجوع بقت تاكل الاطط والكلاب. لا وكمان بيشتروهم بفلوس غالية جدا. كل ده والناس بتحاول انها ما تصدقش اللي بيحصل. لحد ما حصلت الحادثة المشهورة بتاع الوزير والبغلة. لما الوزير اخذ البغلة بتاعته وراه عشان يحكم في مسألة معينة. فربط البغلة بتاعته قدام البيت اللي كان فيه المسألة دي. ولما خرج ما لقاش البغلة. فاتجنن وغضب جدا. وامر الجنيد بتوعه انهم لازم يدوروا على الاخد البغلة ويجيبهم للاصر عشان يعرف اللي حصل. وفعلا فضل الجنيد يدوروا عليهم لحد ما لقوا البغلة مع تلاتا من المصريين. لكن لقوها ومش لقوها في نفس الوقت. هم لقوها هيكل عظمي. لان المصريين كانوا اكلوا لحمها. ولما الوزير عارف وغضب جدا. وامر باعدامهم وتعلقهم في الشارع عشان يكونوا عبرة. لكن تاني يوم صحي الوزير والجنود ولو ان المصريين اللي كانوا معضمين ومتعلقين مش موجودين. لانهم اصبحوا هيكل عظمي. لان المصريين اكلوهم. اكلوا لحمهم واكلوا راسهم وما سابوش غير عظمهم بس. وبيحكي المقريزي ان الامراض والاوباء انتشرت بين الناس. والناس من كتر الجوع بيتكل الجيفة. واي جيفة سواء جيفة حيوان او انسان ما يهمش. وبيحكي ان كان فيه زقاق اسمه زقاق القط. والزقاق القط ده كانت البيوت في على ارتفاعات متساوية. ارتفاعات مش كبيرة قوي. وكانت المسافات من البيوت قريبة. فكان الناس بيستنوا الاطفال او البنات الصغيرين عشان وزنهم خفيف ومش هيقدروا يقوموا. وكانوا بيستضوهم بالخططيف. وبعدين يبتدوا يصلحوه ويدبحوه. حاجة صعبة جدا لكنها للأسف حصلت. ومن اشهر القصة اللي انتشرت في الوقت ده هي قصة الام المصرية الشهيرة. اللي راحت السوق ومعها عقد بكمته الف دينار. وبعته واشترت به شوال دقيق واحد. وهي مروحة خافت ان الناس تاخد منها شوال دقيق. فأجرت خمسة من الرجال عشان يشلولها الشوال لحد البيت. وقبل البيت بحاجة بسيطة الناس قدوها الشوال. لكن الناس حوالي ايها عارفوا ان معاها شوال دقيق? فهاجموا عليها. وخطفوا كل دي اللي معاها. والست من يعني من قلة حلتها ما قدرتش غير تاخد كبش دي واحدة. وعملت بيها رغيف واحد. فصنعته وراحت بيه قد دبيت الخليفة. وقالت ايها الشعب ادعو للخليفة الذي في عاده اشتريت هذا الرغيف بالف دينار. وما فيه دقايق الا وشوفوها الناس وهاجموا عليها واكلوها هي والرغيف. وفي الوقت ده ناس كدير صابت مصر وهاجرت. راحت الشام وراحت العراق وراحت اماكن كتيرة جدا. حد يقول لنا تاب والخليفة فين من كل ده? احب اقول لك ان الخليفة نفسه ضرب الجوع. وان ما كانتش عنده من الدواب غير تلاتة. ونحيفين جدا. وانه كان عايش على رغيفين من العيش. بتتصدق بيها عليه واحدة من سيدات مصر. او احدى بنات شيوخ الازهر. حاول الخليفة المستنصر كتير انه يحل الازمة. زي انه يشيل الوزراء او يغير الحكومة. لكن للاسف كانت الحلو كلها غير مجدية. بعد كده استنجد الخليفة بوالي عكة. الوالي بدر الدين الجمالي. وده اللي كان بداية الغيص لمصر. وفعلا وافق الوالي بدر الدين الجمالي على مساعدة الخليفة. واشترت شرط واحد. انه يجي هو ورجالته ويمسكوا زمام الامور عشان يقدروا يزبطوا الوضع. وافق الخليفة المستنصر على الطلب ده. وفعلا جه الوالي بدر الدين الجمالي لمصر هو ورجالته. واول حاجة عملها انه ابض على بعض التجار اللي كانوا متسببين في الازمة اللي كانوا بيخزون الغلال والامح. وبعدين دعى باقي التجار للاصل. ولما راح التجار راح مطلع الخليفة او الوالي بدر الدين الجمالي. الكم تاجر اللي كان ابض عليهم. وطير رقبهم قدام باقي التجار. وهدد ان اي تاجر لسه مخزن امح او غلال هيكون ده مصيره. فعلا التجار اترعبه وخافه جدا وسلمه وقالول احنا هنعمل كل اللي انت عايزه. فامارهم انهم يطلعوا كل الامح والغلال اللي هم الخزنينها ويبيعوا الامح بدينار واحد للرقل. تاني يوم الناس صحيت مكادش مصدقة نفسها. لقوا ان الامح موجود وبكسر. وبدينار واحد. وواحدة واحدة بدأت الازمة تنتهي. وبدأ بدر الدين الجمالي ينظم الدنيا ويهد الاوضاع. وينظم صفوف الجيش وعيل لهم قيادة جديدة. وبنى صور حوالين القاهرة. وبنى ابواب كتيرة زي باب زويلة وباب الفتوح. والمنطقة اللي كان عايش فيها الوالي اللي هي منطقة الجمالية اتسمت على اسمه الجمالية على اسم الوالي بدر الدين الجمالي. قبض الجمالي على كل اكل الحمل بشر اللي كانوا منتشرين في مصر. واللي ينفع يتعالجه واللي ما كانش يليع لك اعدامه. وبدأت الامور ترجع لطبعتها واحدة واحدة. لحد ما رجع منصوب النيل وارتفع مرة تانية. عشان يقفل على فترة من اسوأ الفترات اللي عدت في تاريخ مصر. وهي الشدة المستنصرية. لحد هنا بتنتهي قصتنا. يا ربكم وصلت لك القصة بشكل كويس. اشوفكم على خير الحلقة الجاية.